السلام عليكم المفترس الصامت اللي بيختفي في أماكن هادية بالليل أكتر الطيور الجرحة المظلومة على مر التاريخ بيعرف يتكيف بسهولة مع البيئة اللي بيعيش فيها ولونه بيكون مناسب مع البيئة بتاعته ليتحرك فيها بحرية لو بتفكر إنك تربيه على إنه حيوان أليف عندك في البيت وانشغلت عنه في وقت من الأوقات وخليت حد تاني يهتم بيه في الفترة دي هيدخل في حالة صعبة من الاكتئاب والزعل وممكن توصل معاه لدرجة إنه ينتحر لعدم اهتمامك وإلي التأديرك ليه يلا بينا نعرف أكتر عنه أنا محمد أسامة معاكم في النواة البومة بتحب إنها تصطاد بالليل وأول حاجة بتشوفها منها أول معينك تقع عليها هي يعنيها وتلاقيها متسبتة في مكانها ومتوصلة بالجنجمة على طول بشكل مباشر وهي أقوى من عين الإنسان بمئة مرة وحجم عينيها الكبير بيديها رؤية واضحة جدا ومثالية مفيش فيها أي غلط بالليل وهي بتصطاد وبتقدر تشوف الفريسة بوضوح من أماكن بعيدة عادي والقريب منها بيكون بشكل ضبابي إلى حد ما والبومة عندها تلات أنواع من الجفون الأول للرمش والتاني تقدر تشوف بيه من بعيد والتالت عبارة عن طبقة رؤياء من الأنسجة بتستخدمه لما تيجي تنام والجفون التلاتة بتعمل على تنظيف وترطيب وحماية عيون البومة وربنا أنعم عليها بهبة فريدة من نوعها بتقدر تحرق رقابتها بزاوية 135 درجة في أي اتجاه وده بيديها 270 درجة من حركتها الكلية وبعد دراسة العلماء للحركة دي لقوا إن الدم بيقدر يوصل للمخ عادي جدا لأن بنيتها العظمية وشبكة الأوعية الدموية اللي عندها بتسمح لها إنها تحرق رأسها بكل سهولة ويسر من غير ما تأثر عليها خالص عندها حاسة سمع فريدة من نوعها بتقدر إنها تسمع صوت الفريسة بتاعتها بكل وضوح حتى لو كانت تحت التلج وفي أنواع من البوم ودنها مش على نفس المستوى من الارتفاع وبيقدر من خلال الموجات الصوتية المختلفة اللي بتجيله إنه يحدد مكان الفريسة بتاعته بكل دقة وفي أنواع تانية والشام سطح وعندها ريش خاص بيعمل على تركيز الصوت ويخلي البومة تقدر إنها تحدد مكان الفريسة بتاعتها وتقدر تروح تستضع من خلال حاسة تسمع بس ربنا أنعم على البومة بريش مخصوص لها بتقدر إنها تطير في صمت من غير أي دوشة وتغير اضطرابات الهوى وتمتص الضوضاء وبتطير قريب أو من الفريسة بتاعتها من غير ما الفريسة تاخد بلها منها أساسا والريش المخصوص بتاعها بيمكنها من كده بكل سهولة والحافة الأمامية لجناح البومة في ريش متغطي بهياكل صغيرة ولما ييجي الهوى على أي جناح ليها بيقسم الهوى اللي بيتضفق عليها التضفقات صغيرة وبيخليها مستقرة على طول الجناح والتغير اللي بيحصل في تضفق الهوى هو اللي بيقلل الضوضاء اللي ممكن تحصل لما تكون قريبة من الفريسة بتاعتها والجناح يكون بزاوية شديدة الانحضار وتضفقات الهوى الصغيرة بتتضحرج على طول جناح البومة في اتجاه الحافة الخلفية اللي بيتكون منها مش مرن بيقدر يقسم الهوى أكتر وبيقلل من نسبة الضوضاء اللي ممكن تحصل ولو في أي دوشة تبقت ولا حاجة بيتم امتصاصها عن طريق ريش ناعم موجود على أجناحة وسقان البومة بيعمل على امتصاص الأصوات عالية التردن وبكل المميزات اللي ربنا أنعم عليها بيها بتقدر تطير وتستاط في صمت وكأنها شبح بيتجول بكل حرية بالليل برحته البومة تظلمت كتير قوي على مر التاريخ مع إنها مفيدة للبيئة والبشر وخصوصا الفلاحين مثلا بومة الحزيرة بتاكل تقريبا 1200 فار في السنة وبكده تكون بتلعب دور مهم في السيطرة على الآفات اللي بتضر المحصول وكل خدمتها بتكون مجانية وده الدور اللي ربنا خلقها من أجله أساسا وعندها عادات عنيفة أوي في أكل الفريسة لو كان حجمها صغير بتبلعها كده على طول أما بقى لو حجمها كبير هتمزقها الأشلاء صغيرة الأول عن طريق مخالبها الحادة وبعدين تتسلى بيها براحتها والسبب إنها تعمل كده بقى جهازها الهضم القوي اللي بيتعامل مع الحاجات دي واللي ما بيقدرش يهضمه زي الجلد والعضم كده بيرجعهم مرة تانية عادي إشطة مفيش مشكلة على شكل قراط كبيرة وما بتحبش أي حد يتطفل على المنطقة بتاعتها حتى لو كانت بومة تانية ممكن تفترسها عادي ما عندهاش أي مشكلة البومة ما عندهاش صبر تقعد تعمل عش علشان كده بتلاقي أغلب أعشاشها أعشاش غربان مهجورة أو تجويف في الأشجار والكهوف أو جحور تحت الأرض أو المنازل المهجورة والأنسة بتضع من بيضة واحدة ل 12 بيضة وشكل البيض بيكون مستدير تقريبا ولوله أبيض وفيه صفرة أو زرقة كده وبيتعاون الإناس والذكور مع بعض في حضن البيض من أسبوعين لتلات أسابيع وفي رعاية الصغار مع بعضهم والصغار بتفضل في العش من 10 ل 12 أسبوع وعندهم حت التفريق عنصري شوية وهم بيأكلوا الصغار بتوعهم بيهتموا دايما إنهم يأكلوا البومة الأقوى في الصغار لو كان الأكل قليل ومش هيكفيهم وبيسيبوا الصغير الضعيف أو اللي صغير في السن جعان عادي كده من غير أكل مفيش عندهم أي مشكلة ولو فات أول شت على أي حد من الصغيرين بتوعهم وهو لسا عايش وقدر يستحمل ويتأقلم بيكون عندهم أمل إنه يقدر يعيش ويقاوم ويفضل على قيد الحياة البوم أسياد التمويه أغلبية البوم بينام بالنهار بتلاقيه مندمج مع البيئة ومحدش واخد باله منه ولوله بيساعده على الاندماج مع البيئة المحيطة به وطول البوم بيختلف باختلاف فصلتها وعلى حسب المكان اللي هي موجودة فيه ولون عيون البوم بيكشف كتير من عاداته في اللي عنده عيون بنية داكنة أو سودة ودول بيصطادوا بالليل واللي عندهم عيون صفرة في الغالب بيصطادوا بالنهار واللي عندهم عيون بورتوآني بيصطادوا بالليل والنهار عادي خالص والبومة بتقدر تعمل كام صوت من صراخ وانباح وهدير وهسهسة والاصوات دي بتختلف على حسب نوع البومة وبتعمل صوت حاد لما تتفاجئ أو يتم تهددها ولو حابب اننا نتكلم عن حيوان معين قلنا عليه وما تنساش تقولنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته